العمر بيجري وبيعدي بين فرح ووقاك وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحياك أيام بين عيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات وتدهشنا وساعات الحزن بينهشنا وانتو وانتو جواك والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنو مليانة كنو لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز على قد ما تتعد وتدور الدنيا تتحر وتنور تبديك أكتر ما تتصور من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله بسم الله مكملين رحلة كنوز وحلقة النهاردة هي حلقة رد على الأسئلة وأول أسئلة جايا لي جايا لي بخصوص المرض السؤال الأول لحد بيقول لي هل المتألم من المرض النفسي يدخل الجنة بعد نزاعه مع المرض أو يثاب عليه؟ حضرتك يا فندم المتألم من المرض النفسي إن شاء الله يخش الجنة بغير حساب وربنا اللي قال كده قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وربنا سبحانه وتعالى علمنا في القرآن وسيدنا النبي علمنا في السنة إن أغلى حاجة على ربنا في الأكوان هي البني آدم لدرجة إن سيدنا النبي يقول لزوال الدنيا أهونه عند الله من دم امرئ مسلم وكأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمك إن أنت نفسيتك وحقوقك وخطرك وأكبر حاجة عند ربنا فلما بني آدم يبقى عنده مرض نفسي بيخليه متألم نفسيا وبيخليه خايف وبيخليه متوتر وممكن يحتكب ناس وممكن يخسر ناس وممكن يبقى مش بيحقق اللي هو عايزه أيا كان أثر المرض دا عليه وهو صابر على ده وراضي بربنا سبحانه وتعالى وماشي في رحلته العلاجية وممكن يكون بياخد أدوية وممكن يكون بيتألم كل دا بعين الله ربنا بيقول واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا فلو السؤال هو بيثاب إن شاء الله يدخل الجنة بغير حساب ويعيش فيها كل المشاعر الجميلة اللي ممكن يكون افتقدها في الدنيا الله أعلم إزاي الإنسان يكون عنده سلام نفسي في عز أزمنة الأوبئة والابتلاءات لو كان سيدنا أبو بكر الصديق اتقدم أو اتأخر خلينا نقول تقدم اتقدم ميلاده خمسين سنة أو ستين سنة وراء حاجة كده طرفت عين يعني في الزمن يعني ممكن ما كانش يلحق النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان سيدنا أبو بكر الصديق ستين سبعين سنة وراء برضو ما كانش يلحق النبي عليه الصلاة والسلام شايف فرق المقامات في مجرد التقديم والتأخير الله يعلم متى يخلق أبو بكر فأنهي زمن وأنهي مكان لو كان في القبيلة اللي جنبه ولا البلد اللي جنبه ما كانش هيب أبو بكر الصديق فأنت ربنا سبحانه وتعالى زي أبو بكر كده ربنا عارف يخلقك إمتى فأنهي زمن ويصحبك بمين ويخلي مين أهلك ويخلي الزمن ده في أنهي تحديات ربنا بيقول في القرآن إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وقال ربنا سبحانه وتعالى على لسان سيدنا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني ربنا يعلم بالزبط هيعمل إيه مع مين فين فأحنا مخلوقين للزمن ده اللي فيه الكورونا الزمن ده اللي فيه أحداث معينة وكل زمن ربنا بيقوي كتاف أهله على تحمل تحديات الزمان لأنه ربنا قال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فإذا آتاك شيئا سبحانه وتعالى سيعينك على حمله فده أول مفهوم يساعدك إنك إنت يعني يحصل لك سكون كده إن مدد ربنا معانا سبحانه وتعالى الحاجة التانية خلينا استدعي حديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من السيدة عائشة عن الطاعون الأمراض اللي بتتفشى فقال عليه الصلاة والسلام إن الله قد جعله عذابا على الأمم السابقة وجعله رحمة لأمتي فأيما عبد نزل ببلده الطاعون فمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له أجر شهيد ففي زمن الأوبئة دي قدر ربنا إحنا يا جماعة أتكلم يعني عن نفسي يعني إحنا عبادتنا يعني قليلة أو قرنت بأحوال الصالحين والسلف ولعل ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه يبعثنا ويحشرنا ويجمعنا مع ناس ما عملناش عشر أعمالهم في الدنيا ربنا كرمنا ومعيشنا في أمان وساترنا فممكن يعدي بأمم بعض الأحداث اللي بيحتاج أنه يتأقلم عليها يصبر عليها يتواكب مع أشياء معينة على خلاف اللي هو عايزه وفي الآخة دي اسمها ابتلاءات ولا يزال البلاء بالعبد في نفسه وماله وولده حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة وحتى يلقى الله وليس عليه خطيئة فصبرا ويعرف أن ربنا بيساعدنا ومدده في ظهرنا دايما سبحانه وتعالى السؤال الثالث حد أنا مريضة بالسرطان وأقرب الناس لي بعد عني هل ده ظلم وهل الابتلاء حب من الله أم غضب وأنا بقرأ السؤال ده افتكرت حديث البخاري اللي بيحكي فيه صلى الله عليه وسلم حال سيدنا أيوب وأقوى تفسيرات القرآن لما النبي يفسر القرآن فربنا حكى عن سيدنا أيوب في صورة الأنبياء وسيد النبي يحكي عنه إن الناس بعدت عنه لدرجة إن ما بقاش فيه غير اتنين صحابه هم اللي كانوا بيزوروه لما عي وقعد 18 سنة عيام تخيل بقى اللي اتنين دول بينهم وبين بعض كده واحد قال للتاني لعل أيوب فعل ذنبا والله يعاقبه يا نهرى بيض فبلغ ده سيدنا أيوب نبي فلما بلغ سيدنا أيوب الكلام ده عارف لما صحابك يقولوا عليك كده عارف لما أقرب الناس ما يجيلكش منهم دعم ده سوق ظن فقال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين شوف الكلام يا رب أنا متألم بس حضرتك مش زي ما هم بيقوله هم بيقولوا أنتك بتنتئم مني أو بسبب ذنب بتعمل معايا كده لا يا رب أنت أرحم الراحمين ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين فلعل حضرتك إن شاء الله بعد عمر طويل وشفاء من ربنا تبعثي مع سيدنا أيوب اللي صبر على المرض وصبر على بعد الناس وصبر على الكلمتين اللي يوجعوا دول كمان وخلي ذكرك هي الآية بتاعت سيدنا أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وكلنا كده إيه اللي بيتفرجوا ندعيلك بالشفاء العاجل والستر والعافية من رب العالمين تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون جاي لي مجموعة أسئلة عن التوبة من الذنوب والرجوع إلى الله السؤال الأولاني إزاي تكفر السيئات؟ السيئات نوعين ذنب غير متعدي وذنب متعدي الذنب الغير متعدي ذنب في علاقتي مع ربنا سبحانه وتعالى والذنب المتعدي هو ذنب في علاقتي بربنا بسبب أذية إنسان لأنه لما بأذي إنسان بأذيه وبأذي علاقتي مع ربنا لأن ربنا ما يحبش الأذية الذنوب غير المتعدية اللي بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى التوبة منها بتبقى بالاعتراف أننا غلطان والندم وبعض العلماء أضافوا كمان شرط الثالث وهو أننا أوعد ربنا بقلبي أني مش هرجع تاني حتى لو رجعت تاني بعدين سنة في اللحظة دي بجد بقول له ربنا يا رب أنا نيتي مرجعش تاني فيتمسح الزنب وإذا تمسح الزنب ده لو رجعت تاني يتكتب من أول وجديد يعني ذنب جديد مش اللي فات كله يقوم مكتوب إنما الإنسان إذا تاب تاب الله عليه ومحى عنه ذنبه كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمان لا ذنب له ولو عايز كمان بقى تكرم نفسك أتبع السيئة بالحسنة تمحوها تعمل عمل صالح عشان تتمسح السيئة دي ويبدل سيئاتك حسنات لأن ربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات خليها عادة كل ما تغلط غلطة تعمل وراها حسنا عشان ربنا يبدل السيئة دي حسنا ضيف على الكلام ده شرط رابع وهو إرجاع الحقوق لأصحاب الحقوق فلو أنا شتمت حد فأنا كسرت قلبه فلازم أعتذر له ويتوب إلى الله وبرضو في حق الربنا لو أنا اغتبت حد بيبقى صعب أنك تروح تقول له أنا اغتبتك في ظهرك فتروح تتكلم قدام نفس الناس اللي أنت تكلمت عليه معاهم وسوقت منظره تروح تتكلم عليه كلام إيجابي وتعتذلهم أن أنت حتى تكلمت على حد في غيابه وكأنك أنت بتحاول ترد الحقوق وطبعا لو الحق مادي لازم يركع أو لو ما عندكش قدرة روح تستسمح الشخص ده حتى إذا جئنا يوم القيامة يكون سبحك في الدنيا ومش بس كده ده أنت فيه ذنوب ممكن تعملها وما تاخدش بالك منها لأن الله يحب العفو جعل لنا أشياء في دنا بتمسح ورانا السيئات فقال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر فلو ما فيش كبائر الصغائر ربنا سبحانه وتعالى اللي بينك وبين ربنا ربنا بيكفرها بالعبادات دي طب والكبائر تحتاج للتوبة اللي قلت لك عليها السؤال التاني من كان عقا لوالديه ثم تاب عن فعل ذلك قبل وفاتهم بسنتين هل هو عق؟ هو كان عق كان لكن قبل ما يموتوا بسنتين اعتذر وصار بارا أفكرك بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالخواتيم وده ستر ونجاة من ربنا إنك لحقت أهلك لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خاب وخسر أو قال راغي ما أنفو عبد وده تعبير عربي يدل الرغام هو التراب إن تحط مناخيره في التراب يعني تذل راغي ما أنفو عبد أدرك أبويه أو أحدهما ولم يدخل بهم الجنة فكون أنك أنت أدركتهم واعتذرت ليهم وعشت آخر سنتين في عمرهم بار إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكفر عنك اللي فات وإنما الأعمال بالخواتيم السؤال اللي بعدين مش عارف أفرق بين حسن الظن بالله وإن أنا أأمن مكر الله خايف حسن ظني وإحساسي أني متطمن وهدخل الجنة يكون سبب لهلاكي في الآخرة الأمن من مكر الله هو أن أنا أكون إنسان هادم أركان الإسلام بتاعتي لا بصلي ولا بصوم ولا بزكي مفترع على خلق الله وبتدعي إن قريب دي ربنا وأنه ربنا مش هعمل لي حاجة لأنه عارف اللي في قلبي هذا أمن من المكر لأن أنا مش على مراد الله لا مع الله ولا مع الخلق لكن إن هذا لو فيه واحد بيعمل أعمال صالحة وهي دي الإجابة الفرق ما بين حسن الظن وأمن المكر والعمل الصالح من أول توحيد ربنا لغاية محاولة إن الإنسان يكون بيعمل أركان وفروض دينه وبيحاول إن هو يكرم الناس ويرحم الناس ويقف عنده حدود الخلق لا يكون معتدي على الحقوق بحاول أعمل ده أحسن الظن برب يقبل القليل من العمل الصالح ويكافئك عليه بالكثير شكور سبحانه وتعالى لكن أكون مفترع على خلق الله هادم لأركان ديني ثم أقول لنا قريب وربنا راضي عني ده هنا فيش طان ولا يغرنكم بالله الغرور موسيقى والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة نوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز جاي لي سؤال عن نسيان الإهانة ست بتقول إزاي أتجاوز عن كلام في إهانة جوزي ألهولي وأنا عايزة نساها عشان الود يستمر يبدو أن بيهجم عليها الكلام ده كل شوي والاستمرار الود تبين أن هي مسكة في الراجل بس هي فيه شئبي عارفت حيث أن في حد نطع الدماغ كده وأكلها أنا يعني متصور الشكل ده حد عايز يعيش هادي كده يفتكر كلمة تقلت له في الخطوبة مثلا وتقالت مرة ومن ساعتها كلمة مش حيلة قدام أهله لم تنسى قال لي أهلي ضفرهم برقابتك من 15 سنة أو قال لي أنا مش عارف أنا ليه خطرتك إيه لحصل ده وبعدين اتأسف سنتين بس الكلمة مش قادر أنساها طيب أنا هقول حاجة تبين شبه فاصلة من وجهة نظري لأن عندي ما يؤصلها عندي في الدراسات إن لو كلمة علمت بالشكل الرهيب ده مع مرور الزمن والعوامل وعزا بيقول العوامل التعارية وورا له كويس ومسكة في وده بس الكلمة فضلة لا لا لسه موجود ليها صدى الكلمة ليها مردود عندها في شخصية حاجة فيها في رسالة في الموضوع في رسالة في الموضوع زي كلمة أهلي يدفرهم برقابتك يبقى في حاجة في حاجة في تركبتها النفسية خلت الكلمة دي تفضل مسماعة معاها الموضوع مش موضوع الكلمة أو الحدث موضوع الصدر اللي عملوا الحدث ده عندها هي في رسالة بس أحمد دي إيهانة كبيرة القضية مش في الإيهانة كبيرة القضية في بقاءها ها طبعا لأن قدرة الإنسان على النسيان حتى في أسوأ ترومز اللي ممكن تشوفها في المصايب الناس بتنسى وبتموظن الحقيقة بتمشي تركيبة النفسية معمولة أن هي تتعامل عارف تردم وتتكيف وتكمل كون أن هي بتحي ذكرى الموضوع ده ده فعل فاعل في حاجة في رسالة عارفك وده مش لوم أو أن أنا باجي على الشخص اللي مش قادر ينسى ده بس زي ما بيقوله روح كده حتة دي شوية أعمق شوية شوف هو إيه السبب اللي مخليني مش راضي أنسى مش اللي حصل الحدث نفسي إيه اللي مخليني كأني بسأل السؤال بعيد سياغط السؤال أنا ليه التعوير دي لسه موجود تعوير دي بالذات ليه يعني كأني مش باجي بحمل نفسي جزء من المسئولية أنا إيه اللي مخليني يا ترى بفضول من غير حكم ومن غير قصوة وكده ترى إيه اللي مخليني مش قادر أنسى ويشوفوا الإجابة لأن فيه في حاجة يعني عملية طبعا غير حاجة مش عادية طيب إيه اللي ممكن يخلي واحدة مش قادرة تنسى إيهانة معينة مثلا زي أن جزء يقول لها أنا كان يوم مثلا نسود يوم ما اتجوزتك وبعدين اتأسف اتأسف من قلبه زلت لسان وبعدين هو إنسان كويس هو بيحبها هو مصيبة الكلمة اللي قالها دي كلمة وحشة تمام بس هاي مش قادرة تنسى من عشر سنين أيها الموضوع زي ما قلتلك بعد مرور عشر سنين عليه الموضوع ما بقاش له علاقة بالكلمة اللي تقالت أو بالشخص أو باللفز نفسه الموضوع اللي علاقة بالشخص المستقبل اللي مخزن الموضوع ده عملية التخزين دي غير سوية حاجة غلط تعمل إيه أنا كاني بضرب لحركة أحمد مثالك تعمل إيه في الكلمة دي الكلمة كان يوم مثل يوم ما اتجوزتك وبعدين بتفتكرها في أوقات والله يا سعب تبقى ممكن في لحظة صفا مفهوم أنا عشان كده طالب من صاحب الموضوع ده يتجاوز الكلمة نفسها ويسأل السؤال أنا إيه اللي مخليني دايما فاكر الكلمة دي وكأنها بتفكرني بحاجة حاجة ليه علاقة بشخصيتي بطريقتي بأسلوبي محتاجي أشتغل عليها ممكن تبقى إيه الحاجة دي يا حمد؟ حاجة ممكن تكون متكررة كمان من الطفولة نفسها زي عرف يعني إحنا كام حد مننا مثلا أهله قالوا له كلام صعبه حصل قالوا له أنت مثلا أنت أنت اللي عررنا في العيلة أو أنت اللي كذا 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 مين اللي بيفضل فاكر بيبقى فيه حاجة عنده مشكلة صحة حاجة معينة طبعا صحة حاجة معينة محتاج مثلا يطلب من الطرف التاني ما تقوليش النوعية دي من الكلام تاني ولا يشارك الكلام ده مع متخصص أنا لا أتصور أنه محتاج يشرك الطرف الآخر زي ما أنت قلت الطرف الآخر كويس وأثبت حسنة وياه وعمل بعدين يعني أنت عارف لما تبصرها من بعيد قوي ده ربنا بيرحم وبيغفر وبيعدي وبيسطر إيه الحكاية يعني ليه أنت واقف عند الموضوع ده وما سكها لي سكينة أو ممكن تلومني أو 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 الموضوع قطع فيك كده ليه الموضوع أكيد له بعد تاني ربنا يكرمك يا أحمد بتتفوقنا الحاجات كده ساعات الواحد بقى شو أخبله منها إن الحاجة اللي وجعاني تديني رسالة عن حاجة جواية ربنا يتقبل منك يا أحمد أسئلة مهمة وصلتني من حضراتكم عن القبر والحساب سؤال الأولاني من يعذب في القبر الجسد أم الروح أم الاثنين ومن يبعث يوم القيامة الروح والجسد أم الروح فقط خلينا الأول نقول إن أهل السنة أهل السنة هم أغلب المسلمين يعني السواد الأعظم من المسلمين اللي ملتزمين بالقرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وأقوال العلماء والسلف الصالح أهل السنة متفقين إن زي ما فيه نعيم ومعاناة في الدنيا وهناك نعيم في الجنة ومعاناة في النار في الآخرة الفترة الزمنية اللي ما بينهم اللي اسمها حياة البرزخ اللي ما كانها في القبر أيضاً فيها نعيم ومعاناة فنعيم وعذاب القبر شيء متفق عليه بين علماء المسلمين لكن عندهم نقاش هل بينعم مش بس بقى بيعذب لو هنسأل يبقى بينعم ويعذب هل بينعم الجسد والروح ولا بينعم الروح بس سألوا السؤال ده ليه لأن احنا عندنا فكرة النعيم والعذاب ثابتة بالقرآن وبالسنة وأشهر الآيات اللي بتتكلم إنه في حياة في القبر يوم ما ربنا سبحانه وتعالى قال النار يعرضون عليها غدواً وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب إذن كان في حاجة بتحصل بيعرضون على النار ويوم القيامة بقى آه ده في حاجة تانية إذن هناك شيء بيحصل في حياة البرزخ اللي هي في القبر وسدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأهل السنة بالنسبة لهم القرآن والسنة هم مصدر التشريع حكلنا عن نعيم كتير بيحصل للموحدين في القبور وحذرنا من بعض ألوان المعاناة اللي بتحصل لبعض الناس اللي بيعملوا ذنوب معينة كبيرة ممكن يبقى فيه معاناة في القبر هذه المعاناة أو العذاب العلماء تناقشوا طيب هي معاناة للجسد والروح وبعضهم قال كده آه فعلا ممكن الجسد والروح يتألموا زي ما الجسد والروح هيتنعموا أو هي معاناة للروح فقط لأن الجسد الأرض أكلته كأن يعتبر الجسد البدلة اللي أنا نبسها والروح هو حقيقتي أنا فالبدلة خلاص مش مهم الإنسان نفسه بقى بكامل مشاعره وأحاسيسه وإدراكه هيبقى جوه الروح ده فتنعم أو بعيد عننا كلنا رب تعذب فالقضية مش يعني مش هتفرق قوي بالنسبة لحضرتك هو جسد وروح ولا روح بس هيحصل نعيم تحس بيه إحساس كامل أو بعيد عننا كلنا هيبقى فيه معاناة وعذاب يحس بيه إحساس كامل جمعا دي العذاب هنا وقالوا هو عذاب مؤلم ولا مجرد رؤية العذاب فالألم جاي من الرؤية وإخافة الرؤية برضو هنا فيه نقاش من أهل السنة هل فيه حاجة فعلا هتبقى مؤلمة ولا يعرض عليه شكل العذاب ويشوف مقعده في النار فيبقى بيعذب بهذه الرؤية برضو نقاش من أهل السنة عموما خلاصة المسألة دي جسد فيه نعيم وعذاب بالجسد والروح ولا بالروح بس القولين موجودين عند العلماء طب مين لا يبعث بقى يوم القيامة هنا فيه آية في القرآن وإذا النفوس زوجت من تفسيرات هذه الآية إن ربنا سبحانه وتعالى سيعيد بناء الجسد تاني وكل روح ترد للجسد بتاعها وإذا النفوس زوجت من يحيي العظامة وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فيبعث الناس يوم القيامة بأجسادهم والروح مردودة فيها عشان يتحاسبوا بنئدين ربنا سبحانه وتعالى وده كان رد السؤال بتاع النعيم والعذاب على الجسد بس ولا على الروح بس ولا على الجسد والروح هل ممكن حد يعرف مصيره وهو في الدنيا هو جنة ولا نار؟ ما نعرفش كده إلا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شاور عليه وقال له أنت من العشرة المبشرين بالجنة أو من الاربعين المبشرين بالجنة عشرة مشهورين وكمان فيه تلاتين سيدنا النبي يقول له شفتك في الجنة سمعت صوت رجلك في الجنة زي سيدنا بلال يعني سيدنا بلال ابن رباح مش من العشرة المبشرين بالجنة إنما من بقية الاربعين المبشرين بالجنة والنبي شافوا عليه الصلاة والسلام وكثير من الصحابيات النبي بشرهم بالجنة فبما إن سيدنا النبي انتقل للرفيق الأعلى فما فيش وحي يجزم مين في الجنة ومين في النار هل يوجد حساب تاني في الأخرة غير حساب جهنم هو الحقيقة أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن فريق في الجنة وفريق في السعير وفي موقف بيحصل ما بينهم للتساوت حسناته وسيئاته بيوقف على جبل اسمه جبل الأعراف ومذكورة قصته في سورة الأعراف في القرآن وبعدين بعد كده اللي بيتساوى حسناته وسيئاته وينتظر على جبل الأعراف إن شاء الله بيؤمر بإنه يخش الجنة بعد كده برحمة ربنا سبحانه وتعالى لكن مكان تالت للبني أدمين الجواب لا هو فريق في الجنة وفريق في السعير كيف لا نكون ممن تذهب حسناتهم كالهباء المنثور إحنا عندنا آية وحديث الآية بتخاطب الكافرين والحديث لا صح الآية بتقول وقال الذين لا يرجون لقاءنا الكفار اللي مش مؤمنين بالآخر وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين المجرمين في القرآن يعني الكافرين ورجع التفسير وراي يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ربنا بيتكلم أن كان متأكد من وجود ربنا ثم جحد يعني كفر رفض الإيمان به لو عنده أعمال صالحة في الدنيا هيكافأ عليها في الدنيا لكن ليس له في الآخرة من نصيب ده اللي يوم القيامة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا الكلام مش مخاطب بالموحدين لأن في حديث بتسنن ابن ماجا والأحاديث يسمح لعلماء الحديث أقول المعلومة والأحاديث اللي تفرد بها ابن ماجا العلماء ضعفوها وكان ما شيخنا في علم الحديث يقول ما تفرد به ابن ماجا ليست لنا فيه حاجة بيقول الحديث أن في ناس هتيجي يوم القيامة بأعمال أمثال الجبال يجعلها الله هباء منثورة كانوا يصلون كما تصلون ويزكون كما تزكون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها هذا الحريث العلم ضعفوه وبعدين إحنا أغلب اللي بيعصي مننا كبني أدمين بيعصي في السر ما عندوش الجر أنه يعصي قدام الناس بالطريقة دي فهل ذنوب الخلوات تمحوا الصلوات والزكوات الجواب أحاديث النبي الصحيحة غير كده عكس كده والآيات اللي في القرآن عكس كده فاطمئن إن شاء الله الحديث ده لا يصح عن سيدنا النبي والآية اللي بتتكلم الهباء المنثور إن ربنا مش هيتقبل الكلام ده مش للموحدين والله أعلم موسيقى والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة تموز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز نقطة مهمة يا ربا في كنوز بناء العيلة أمنية عندي وأتصور إن هي عند كل حد عنده أكتر من ولد ولد أو بنت أو ولدين أيا كان نفسي عيالي يحبوا بعض نفسي لما يكبروا ما يبقاش فيه بينهم جافة نفسي ما ربيش عيالي بطريقة بعد ما أسيب الدنيا لو أنا سايب لهم قرش يتخنقوا عليه وما يبقوش يعني حبايب فيه بينهم تنافس فيه أذية مش تكامل وهم أخوات من دم ولحم وبيت واحد نفسي وأنا بربي العيال يبقوا هما الاتنين جايين يزوروني لما يكبروا ويتجوزوا ويخلفوا مثلا يوم الجمعة هما فرحانين هما يقابلوا بعض مش أبقى بتحيل عليهم من هما يتقابلوا يعني نفسي يكونوا أقرب لبعض من قربهم نصحابهم فنفسي ما عملش أخطاء في التربية أقذي بيها عيالي في التربية فمن وجهة نظر العلم اللي حضرتك درستي إيه أكتر الحاجات اللي أنا محتاجة أديها لولادي عشان يطلعوا قلبهم على بعض خليني أقول لحضرتك على أكتر ثلاث حاجات بنشوفهم اللي بيوصلوا لكل الحاجات اللي حضرتك بتقول عليها مش عايزها ثلاث أخطاء شائعة أول واحدة المقارنة comparison أكون بكارن واحد فيهم بالتاني دايما نقول له أنت ليه مش زي أختك في كذا أنت ليه مش زي كل الوقت عملة كارن رايح جاي حتى على فكرة في أن أنا أكون بكارن للي أنا شايفه أحسن يعني شوف يا أخوكي قعد صهران طول الليل إزاي ده شكله هيسقط ده بيعمل مشكلة حتى صهران ما بيذكرش ده شكله هيسقط حتى لو أنا بعلق للتاني ده بيعمل مشاكل خليته يحتقره خليته يحتقره خليته يبقى حاسس أنه هو مهدد لأنه هو كمان في مرة تانية هيتقال عليه الكلام ده في حاجة تانية هو كمان هيتعاير بيه بالزبط فبقى عارف أنه زي لما إحنا مع بعض كده اللي هو أشوفك وأول ما تشوفني تقولي حاجة على حد بقى عارف أن أنا هبقى لحد ده في موقف تاني طبعا فحتى لو بقول ده للي أنا حطاه في حتة أعلى من التاني غلط بتعمل إيه المقارنة؟ المقارنة تعمل كره تعمل غيرة كل بقى الحاجات اللي حاجة بتقول عليها اللي تخليهم مش عايزين يشوفوا بعض بعد كده بذرة الغيرة بتبتدي من هنا الكره عدم احترام النفس حاسس إن أنا دايما أقل حاسس إن أنا مش مقبولة عند أهلي عشان مش كفاية لازم أبقى النموذج زي ده عشان أبقى بالنسبة لهم كويس فبتدي حتى أمثل وخبي عليهم طبيعتي عشان عايز أبقى شبه بقى الحاجة دي وخلاص يعني منفر منهم ومن النماذج أصلا اللي بنسبة لهم مثالية تماما أنا اللي بفرق بينهم ولما بقارنهم ببعض؟ أنا بقارنهم ببعض لأن أنا اللي الاتنين بديهم نفس التربية ولقي واحد بسطني في حاجة والتاني مش بسطني فكأني عايز أقوله على فكرة أنتوا اللي تنين خدتوا نفس الحب وأنت مش زيه ليه؟ ده النبع اللي بيطلع للمقارنة بس يبدو أنه هو مؤذي أكتر ما هو بيربي يعني طبعا تاني غلطة الـ parentification أو تقمص السلطة الوالدية أن أنا أخلي واحد من الولاد يبقى كأنه أب أو أم على أخواتهم كتير من أنا بيغلط الغلطة دي عشان محتاجين مساعدة عشان عايزين نربي ولد أو بنت مسؤولين فنبتدي ندخل في أن احنا نخليهم يشيروا مسؤوليات بتاعة الأب أو الأم مش بتاعتهم أقول للبنت أنت مسؤولة عن أخواتك لازم تأكريهم لازم تتأكدين هم ما ذكروا أقول للولد الكبير أنت اللي مسؤول عن أختك اسمعي كلامه هو اللي أكبر منك كل ده غلط يعني أنا ما قلش لابني أنت راجل البيت مكاني ده مفيش مكاني ده مفيش مكاني ده طب يعني لو عايز أقوله أنا مش موجود شي لغاية ماجي أو يعني خد بالك من أمك وأختك خلي بالك من أختك وأمك بحنية خليك معاهم سعيدهم وأنا مش موجود بس أنت مش بدالي أنت لا تملك أنك تاخد قرار زي ما أنا أخد قرار أنت مش قائد أنت ما عندكش من الخبرة ولا النمو العقلي اللي أسمح لك أنك تبقى بدالي أنا مش أقوله كده بس أنا هفكر كده طبعا آه أوكي فده يعني أنا لما أقوله أنت بدالي أنا كده أديت له حمل فوق الحمل حمل فوق الحمل وديت له سلطة أنه ممكن يستخدمها بطريقة غلط آه كنت لسه أسأولك وإيه أذية ده لما أخلي أقول لبنتي أنت مثلا مسؤول عن إخواتك الصغيرين أنت مسؤول عن أكلهم وشربهم أو أقول لبني أنت مكاني رجل البيت أي حاجة شفتها محتاجة منك مساعدة أكني موجود تأثيره إيه السلبي ده على المدى القصير الطفل ده بيبقى متعرض لضغط وتوتر فوق تحمله في المرحلة العمرية أنه هو طفل فده بيخليه عرضة لمشاكل النفسية كتير عشان هو شايل حاجات هو مش مفروض يكون شايلها بطبيعة سنه وطبيعة وضعه مع الوقت الطفل ده ساعات كتير قوي بنلاقيه هو نفسه بقى مهمل هو تعود أن احتياجاته هو مشاعره هو يجبتها عشان هو بقى إيه في وضع إن هو قائد مفيش وقت إنه هو يقول أنا تعبان مفيش وقت إنه هو يحس إنه هو خايف فأعلمه غصبا عنه وغصبا عني إنه هو يكبت احتياجه هو الطفولي الطبيعي إن أنا أكون مراكزة في إن أنا ألبيه وكبت احتياجه ده بسبب إخواته وبرضه ممكن ده يعمل شيء سلبي تجاههم يعني ده أول حاجة بيعملها الغضب هو بيحس إن طفولته تسرقت منه وبيرجع باللوم لأول حاجة للموقف اللي هو كان فيه ده أنا تحطيت في موقف إن أنا معرفش عيشت في قلتي تاني إسمها السلطة الأبوية أو إن أنا أحسس إن هي الأمة أو هو الأبو تقمص السلطة الأبوية تقمص السلطة الأبوية ثالث خطأ شائع أو التمييز الجنسي إن إحنا نعلم أولادنا إن فيه نوع أعلى من نوع نقول للبنت أنت تسمعي كلام أخوكي الولد نفهم الولد إن هو يععد في البيت نايم عالكنبة ويقول لها أمي هاتيلي كوباية مية أه تخدم عليه تخدم عليه وهي ممكن تبقى بتذاكر مش بس حتى حاجة أخوية إن هو عاديين جنب بعض ساعديني أو كده لأ ده أنا أعلى يعني أنا أقومك وأقومك من أي حاجة أنت بتعمليها ويكون الأب والأم موافقين على ده باعتباره إن هما بيعلموها إنها هتبقى ست بيت بعد كده تخدم في البيت جزها بالضبط بحس إن البنات في اللحظة دي بيشعروا شيء من الدونية جدا أنا أبتذكر هنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام النساء وشقائق الرجال يعني مفيش فرق يعني اللي ليها زي اللي لي واللي عليها زي اللي عليه وكمان يعني أنا لو بتسأليني الموضة ده أحس إنه هو فيه يتعمل العكس رغم من كلام حضرتك مش العكس ولا الراجل يبقى أقل من البنت ولا البنت تبقى أقل من الراجل بس جاي في الماغي إنه لو هقول لحد يساعد حد هقول لولد يشيل أخته هقول له هو اللي يبقى عنده القوامة القوامة بمعنى الخدمة هو اللي لو هي محتاجة يربيها إنها تتعزز يعني معرفش ده تربوين صح أو لا تربوين ده صح للتنين إن أنا أربي الولد على إنه هو يشيل أخته وربي البنت على إنها تبقى سند لأخوها يبقى الاتنين زي بعض فهم الاتنين أنا بربي عندهم فكرة إنه أنت ضهر للتاني هنا مفيش تحيز ملهوش مفيش تحيز نعم بتصور إن الثلاث أخطاء دول سواء المقارنة عايز أشجع ولادي بأننا نقارن ما بينهم فربي بينهم حقد أو الـ أن أنا أدي حد سلطة أبوية يمارسها على أخواته أو التالتة وهي التحيز لجنس معين للولد أو البنت بتصور إن الثلاثة دول فقدين الرحمة وإن الأب والأم الرحماء بيركزوا قوي على الحاجات اللي مفيهاش جرح لنفسية الأولاد ودائماً بتخيل إن الحوار الداخلي اللي الولاد بيكلموا بيهم نفسهم هم كبار لما بيخش مثلاً في أزمة ويقول أنا قوي قد الأزمة دي وقدر تخطاها ولأنا ضعيف والحياة أقوى مني بتخيل إن الحوار ده بيتكون من رؤيته لنفسه بعين أبوه ومه فلو الأب والأمة عندهم رحمة يبقوا مركزين جداً جداً ما يطموش ظهر العيال بالمقارنة ويكرهون في بعض ما يبقاش عندهم إعطاء سلطة قوية فالتاني يحس إنه مذلول ما أنت يا أبويا ولا يوم اللي قوت أخوي علي فيبقى فيك شيء من الكراهية بحس إن ده محتاجش يترحمة من الأهل عشان دايماً يكونوا مفكرين في اللي أخد سلطة التانية يحس بضعف وهكذا مش يحبه بعض والتالتة الأخيرة اللي هي التحيز الجنسي بتبقى قاسية جداً جداً لما ولد أو بنت يبقى كاره خلقة ربنا ليه عشان أهله كرهوف حتى ليه سواء كان ولد بيخدم بطريقة فيها دونية على أخواته البنات أو كانت بنت بتخدم بطريقة فيها دونية على أخواتها الأولاد وإحنا الأشهر يعلمنا عموماً إن البنات اللي بتخدم فتيجي سؤال كده عندي بتبقى عايزة تسترجل عشان هي رفضة الطريقة اللي تربت بيها تصورنا فقدان فقدان للرحمة محتاجي يرجع في قلب الأب والأم عشان ما يبقوش بعد ما يجبروا يشوفوا يشوفوا الولاد علاقتهم وحشة وبعدين يشتكوا من حاجة زي كده ويكون السبب التلت أخطاء اللي حضرتك تفضلتي وذكرتها في التربية فربنا يقدرنا على العدل والرحمة والمحبة مع ولادنا ونكون إحنا سبب في إن هم يتعلقوا ببعض عشان بعد عمر طويلة منسيب الدنيا هم اللي اتنين يفكروا بعض إن هم يدعو لنا وإحنا عند ربنا سبحانه وتعالى شكرا يا روبا قد كتر خيرك شرفتينا وربنا يقدرنا إن إحنا نكون خير آباء لخير أولاد وبنات إن شاء الله جاي لي سؤال إزاي ما تكسفش إن أنا ألبس حاجة عجباني لمجرد إني بفكر إن اللي قدامي ممكن يستهزق بي الأول أنا هفترض إن الحاجة اللي هتلبسها هي تكون ساترة للعورة فما فيش حاجة حرام في اللبس لكن الفكرة بس مسألة زوق أو اختيارات في اللبس يعني عايز أقولك على كذا حاجة في مسألة الفارق ما بين الواقع والمأمول المأمول أنا أأمل إن أنا أعمل اللي أنا عايزه ومحش يدعو بي بس الواقع بيفرض علينا حاجات إن أنت ممكن تعمل مجموعة تصرفات في مجتمعات معينة يحصل استغراب وممكن يحصل تريأة هم غلطانين بس أنا بكلمك على إن في واقع لازم الإنسان يتأقلم معاه والشخص اللي مش بيتأقلم مع الواقع بيصطدم بالواقع إما بيبقى قوي ويصطدم بالواقع ويتحمل للصدام ده وإما بيبقى ضعيف مش ضعيف هو مش هيبقى ضعيف هو هيبقى هيتعب من يصطدم بالواقع من ضمن واقع الخلق إن الناس عندها انطباعات على شخصية البناء دا بنبسه دا واقع صح هو الغلط دا مش موضوعنا بس فيه واقع بيقول كده إن أنا النهاردة على سبيل المثال لو رايح فرح واحد صاحبي فرح واحد صاحبي دا ماينفعش أروحه بشورته وفانيلا رايح ألعب كورة لأن هيحصل انطباع أكتر من انطباع انطباع الأولى إن أنا مهمل لأن المفروض إحنا بنتشيك لصحابنا في الأفراح علشان أبين له إن أنا تشيكت ولمعت نفسي ولبس البدلة والكارفاتة أو البابيونة ممكن واحد يروح فرح بشابس كارفاتة يدي انطباع عن نفسه إنه ما بيحبش قمطط الكارفاتة سوى مهتم لبس البدلة والشيك وحية كده إيه بيلمع لكن أنا ممكن أدي انطباع عن إهمالي ليك لو جيت لك فرحك بالشرب بقى الطويل بتاع الكورة وجزمة اللي فيها بزابيز من تحته زي ما بيقوله وشرطه وفانيلا ما همينفعش عامل كده في شيء كده لو حد التاريق علي حد بصني كده بشيء من اللي يعني الزهق انت عامل كده ليه لو حد الكسف يقعد جنبي يقولك سيدنا عمر لا تفعل ما يسبق إلى القلوب إنكاره ولو عندك منه اعتذاره أنا كده عملت حاجة فيها صدمة للقدان لكن مثلا ممكن واحد يبقى بيحب يخرج ببانترونات ترينينج على طول يحبش يلبس بانترون قماش وجينزه وبتاعه يحب ينسبه باسمه سويت بانت ده يلبس سويت بانت سواء يقوم نازل بيه وخارج ويبقى الصبح ممكن بالليل فيبقى مختلف عن الناس ساعاتها اللي مش عاجبه براحته دي شخصية أنا بحب يبقى لبسي مرحرحة لكن ما عملش حاجة صادمة للناس ساعات ممكن فيه بعض اللبس يدي انطباع إن أنا يعني مثلا يعني مش فاهم في زوق الناس قوي فلبس مثلا لو لموضم الشرلستون مثلا ألبس بانترون متاع السبعينات ساعات الواحد هقولك حاجة يسمح لي بيلبس بعض اللبس عشان ياخد إعجاب معين كنت زمان واحد صاحبنا الله يرحمه كان بيجيب لبس من بره كتير فمرة كان عنده تي شرت كده مفتوحة من السدر وخارج منها شخصية بلاستيك شخصية ممسوكة كده بص على الناس كان من جوة تي شرت فكنا نحب نستلف منه تي شرت ده ونروح بيه الجامعة ولا نتماشى بيه في النادي فكان ناس استغرب قوي وقلبت الشخصية اللي طلع من السدر منها وشقة تي شرت كان ليه شكله مختلف يعني فممكن واحد ينبهر وممكن واحد يرميدي تاريقة خد بالك أنا أصلا لابسه عشان مستاني حاجة من الناس مستاني ناس تاخد بالها إن أنا عامل حاجة مختلفة تماما فلو بتلبس حاجات مختلفة تماما عن أذواء الناس الواقع بيقول حد برحتك اعمل اللي انت عايزه أنا مش مركز مع لبسك واحد تاني هيستغرب واستغربه ده هيبسطك واحد تاني هيديك كلمة سخيفة كده على قد ثقافته في الاستغراب في حد لما بيستغرب بيتاريق حب يعمل إف كده موضوع نعرف نحفل عليه كل ده ملوش أي علاقة بزوءك انت لو ليك زوء مختلف لكنه مش صادم اعمل اللي انت عايزه ولما حد يبص بصة كده مش عجباك وانت زوءك مش زوءه لكنه مش صادم للمجتمع ويتاريق تاريقه بصره فعني وانت مبتسك وخلي فيه لحظة كده سكوت كده اللي هو يعني ما تحكتش أو يعني مش ظريفة بصة ورا بصة تخليه تخليه قدامك ما يبقاش عنده الجرأة إنه التاريق عليك بس عايز أقول حاجة في الأخ بلاش لبس صادم لأن اللبس الصادم الواقع بيقول إن ممكن تسمع كلامي دايك خليك في العادي وأحلى حاجة العادي السؤال اللي بعد كده لو علاقتي ببابا مش تمام ومش بعرف أتكلم معاه ساعات بحس بذنب لأن بحب ماما أكتر لأني بحسها مظلومة إنها كملت عشاني أنا وإخواتي مع بابا وهو ما كانش بيعملها كويس ودايما هو بيشوفني إن أنا شبهها وحس بالذنب إني مش عارفة أحبه قد لا يستطيع الإنسان إنه يملك شعور كبير زي الحب استقر في القلب إن أنا مش قادر أجيبه يعني بعد سنين طويلة مش قادر أستدعي المحبة تجاه ميت تجاه جار تجاه صديق في الشير لأن ناس بتحبه بس أنا ما بستريحش من طريقته من ستايل كلامه من تعليقاته بتبقى أزمة كبيرة لو استقر الأمر عندي إن أنا مش قادر أستدعي الحب لأبوي لأن الحب هو شعور مكون من قيم كتيرة زي الأمان وزي إنه يبقى قدوة وزي إن القيم يقلق إيه بيحققها مثلا أنا بحب الحنية والرحمة وبحب المعاملة الطيبة وبحب الكرم لو اللقدم مش بيعمل كده ما بعرفش استدعي الحب لأن مكونات الحب عندي هي القيم دي وبالتالي هنا إحنا ما تجيش أو مش هنيجي على حضرتك ونقولك إن ده إجرام إزاي ما بتحبيش أبوكي ما بدأي أنت بتحبيه ولو مش بتحبيه ما كنتش بعضتي السؤال ده لكن يبدو إن حضرتك إنسانة بارة وإنسانة طيبة وعندك طاقة كبيرة من الحب ما وصلتش الأعلاها مع الأب فيه حب بس أنت توقعاتك إن كنت تبيه أحسن من كده مع أبوكي لما ما وصلتش للدرجة العالية اللي بتطمحي ديها أو اللي بتديها لأمك قلت ما بيحبوش لا بتحبيه وربنا بارك في عمره بس لما ينتقل ويسيب الدنيا هتحزني وإنت زعلانة إن كنت مش قادرة تعامليه بمعاملة عالية قوي لأن فيه جواكي شعور طيب تجاهه عايزين نفرق هنا ما بين المشاعر العالية والمعاملة إذا كنت لا تملكي إن كنت تشعري بأجمل مشاعر الإنجذاب وإن قدوة بالنسبالك وإن هو الكنج يعني في قلبك مش قادرة تحسي بدا ده ما يأثرش على البر أثرش على سماع الكلام في المعروف ما يأثرش على النظر اللي فيها احترام ما يأثرش على الإبتسامة وإنت بتصبحي عليه الصبح ما يأثرش على لو عايزة تتكلمي معاه في حاجة مضيقاكي بتبجيل الأب فممكن يكون القلب مش ممتلئ بالشعور لكن السلوك وهذا ما سنحاسب عليه السلوك ممتلئ بالإحترام والتبجيل والرغبة في الإرضاء والرغبة في إن أنا ما يصدرش مني حاجة تحبط أبوي فرب نعيلك ويخلي لك الوالد ويصلح أحواله ويقدارك إنك أنت تكوني خير بنت لولدتك وليه وينزل السكينة على البيت ده ويبارك في أهلنا جميع شكرا شوفكم دايما مصطورين ومنصورين ومجبورين الخاطر وفي تمام الصحة والعافية دور بعيونك وبقلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس دور هتشوف الخير ألوان في حكام وقالوها جذبنا زمان وفي نور السنة وفي القرآن كم زاقت الآن والدنيا درام اللي ما فيها مليانك مليانك لكن مش ممكن تلاقيها من غير مكعو على قد ما تتعب على قد ما تتعب وتضور الدنيا تضحك وتمور تبديك أكتر ما بتتصور من فضل الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة